اشتركوا في القناة خيتك مش دماغها رايحة منها بس والله العظيم والله العظيم دماغ بالطيق عنها والله ربنا نجحها بالسلامة يا رب يامسبتي يامسبتي في اليه ؟ قالو وكذلك ادباه ام البديد! هنروح فيه ثعلي نخليك فيه يا ناو ناو يا ناو ناو الواحد واقع مكوعة طبخان ايه النهاردة؟ لا طبخة ولا عاملة اقليلك بطين بطين؟ ان الواحد بطنه مشيشت من كتر البيت يا أخويا جيبلك طباخة شغل البيت بيهداني مشيه ايه رايح فيه محسور ايه ما فوقك السنة ايه قد جاني ناو ناو ايه انت يا أخويا اللي كنت سابت بيهد مفتوح انا بس انا بتقل ان انا قفلته مش عارف اخوان البيت داريان بحاجة امات كل اعمل البطين ما خلص يا ولي حكيتي لأمي كل حكايات المجنين اللي تعرفيها في حياتي انا ملقى لأمي المجنينك انا خلتي مش مجنون صندس معاقلها مخافش الى من بعد ما جوزها وبنها متوش شقة و العيد بيه بقتي حرام يعني ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني قدميه خلص كفاية بقى صد عطين اخص عليك يعني ده جازاتي ان عاوز اسليك و اخد حتك ماذا بخدني حسن خلاص انا اللي قربتك جن ومش طي قطع الشقة و خلتي مش فوقه طب تعال ازاك امسوك ازاك يا فوي ازاك يا براهير اني وان يو اللي خبطه التوكتو اني توكتو مالك يا هيمة اللي كنت معاو في المشتشف اوه الوات مات ينصبتي الله يرحمه احمله لقوت هالله اوه لو فاكر ان الدنيا ببعدك رجاء مفي شوى رجاء رجاء نادر انا نازل شوية عايزة حاجة نازل وراح فين دلوقتي نازل شمي شوية هوا رجاء مخنوق ومش قادر عوض لوحدي هتخرج بقى مع مين ان شاء الله مش خارج محد يامي مش انت قلت ان انت مش عايزة عوض لوحدك طب ما تيجي تقعد معاي لا 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 وعلى ايه ده حسنة بوازلك الخزعبلات اللي انت حطها دي علشان شبابك وبشرتك باي باي يا ربي يا حبيبي يا ربي خرجك من اللي انت فيه يا ربي أمان باه لا 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 كأنها ولكن يا ايه دي الصامتhape يا للوقت ده أنا مش شايفك ده شغل فنادي بيجيبولي واد ابن جمناية كل فترة كده يهفوا الشوق يجي يضرب سند دوتشات من غير عدد وفي الأخي اللي ويحذرتني النص تسباع السلام عليكم وعليكم إيه دي الحزن ديان في إيه؟ أجيلك وقت تانا أيما يا تعالي هنا خد بقى إيه زعل دياني تعالي توم مش طيقني كده؟ يا ده سكت أنا بحبك ده التاليك وحشة والله بس أنا مش عارف ليه أقعد بقى أخد لك نفاسين يدي يا دعوة ده حلوة لأحبالك استوتية محلق شايمة أنا قد أفكر لك قفلت روحت البيت ليه تومي متوغوش قوي على كوريا بتقول لي لسه مجدش لغاة دلوقتي ومش عارف أعمل إيه يا عم أعملت لفلف على خالتها من الصبح قلت لها جمعاك يا قتلى قلت لها بركة يا جامع أنا قصدي دماغي مش نقصة للنواح أبقول لك إيه يا روح أنا نام أنت عارف أمي بتنامش اللي ما بروح السلام عليكم يا دي يا سوكا تروح إيه وأمي إيه وتنام إيه يا دي أنا عايزك شباهي يا عم سيبه يا عم ده راجل فنان ومثل الأعلى الأستاذ هني شاكل حرص يا جماعة انتو هتشغلوا لمشتريب ولا إيه خلاص سيمش انت يا سوكا وأنا بأتكلمك في التليفون ربنا يديكم السلام عليكم وعيكم السلام ما تقعد يا سوكا شوية عسل يا هيمة بقول لك إيه سيبك بقى من الهزل ده عشان أنا عايتك بحاجة جد خير طعون طلع كده حلو هنعمل منها إرشين الميكروباش شمال سرقينه من تحت بيت ود اسمه هندي مقصاد هو ود خبق بس عمل فيها بلتاجي وغلت معاني قلنا كده نربيه ونعمله كارسة وده بس قبل ما نركع الميكروباش عايزين نطلع بيك أمفلع الزمان إيه رأيك؟ طب أنا هعمل إيه في الطلع دي؟ كاكتعون يا هيمة هتعمل إيه؟ هتمسك عجلة القيادة يلا يا هيمة بقى عايزين بقى نرجع لقيم زمان هنقول إحنا لسا حبيب يوق ما خلس قولنا طب بس أنا هقولك حاجة مش عايزة أقول هلك تاني ده عمدة مش مجرد اسم ده أسلوب حياتي حبني بقى واسب لي نفسك ماشي هتعمل يا أوليه قومي يا أوليه أنا جعان قومي شوف لك أي حاجة تقول هتصرف أنا مش قادر أفلت جدتي طول النهار بلف على كوب رجلي ودور على زومي ديف شفرت جدتي بقى يا أوليه يا أومي فزي ولا أدور لي على أي حاجة وأنت بيت أمك الفقر ده في حاجة عشان واحد اتفعها يا أخي يا ما أنا آخر فلوس معاك كانوا 20 جنيه هدتهم لبنتك تدفعهم للمجموع أومي السنية ليه يا أختي من غير فلوس والبهوات اللي أنت كنت شغال عندهم كراشوك ليه من غير ما يديك فلوس ده الواحد اللي شغال في الحكومة بياخد مكافئة نايت الخدمة روح اتخاني معاهم وقاد فلوس يلا يا أخي يا بقى يا عينة روح لديس أقول لهم بدوني فلوس بعد عاملت بنتك السودة معاهم بنتي؟ ده مش بنتي ده بنت حرهمة كوشت على الإرشنات وطفشت ما تقولش بقى ليه يا أب ليه يا أم ليه يا أخوات لهم نصيب في شوية الفتفيت اللي بيقعوا من القرصة من بكرة البنتي يبقى فيه أكله وشربه ومصريب تطلعي تنزلي تتلططي إن شاء الله حتى تشغل رقاصة وف يا أخي يا أخي يا أبو نجوان يا أخوي أنا بقى لي خمسة وعشرين سنة بشتغل أمر ما خليت البنت ده ما أحطاك حاجة ما كاناش حاجة الظروف اتغيرت إنت يا أخوي خد بعدك ونزل شوف لك أي شغلان بلاش بلاش حط إيدك في إيدي ونبيع أي حاجة سوا إنت بتعايريني يا أوليه يا أسبالة إنتي إنت بتشغلي علشان تاكلي وتأكل حيالك إنت بتشغليني خدت أنا إيه من ورا شغلي خدت أنا إيه من ورا كذر الهم والغم إحمدوا ربنا إن أنا لسه عايش في وسطيكم واحدة غيرك كنت تفاشت من بيتها بسبب بوزها الفاردة إيه إيه في إيه إنت مش واخص ده على لبس الكعب ولا إيه بتنسي جو ده ده انتصار ده بقى تفضلي إنتي هنا بحتة تانية خالص إيه العزمة بجد هي اللي خسرانا مش أنت صار أنا لسه بحبها لحد دلوقت بحياتي ملاش أي طعم من غيرها تخيالي لو رجعت أنا مستعدة أنسى كل اللي عملته مش بقولي لك هبلة ما تستهلكش أنا إن كان علي يا يا أختي أنا كان ممكن أبيتك عندي بس أنت عارفة بقى إن أنا عندي شاب يعني في سن الجواز وأنتي بصرحة ربنا وما تأخذنيش يعني ما تتضميش حتى أنت برضو يا خالتي الله يسامحك إيه ده أخذنا أولا ها 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 أما وريتك يا كوريا الكلب أنت وسلومة فأنا نوالة بقى فرجة الحتة طب والعمل إيه يا خالتي هنهبب إيه في أم اللي أنا فيه ده هبات في الشرع يعني زي المجاذيب ولا إيه لقيت لك الحل يا بيت رغم أنك أنت كده وكده يعني بس سبحان الله ربنا مسهلها لك فأنت بقى يا سيدنا الشيخ هتأخذ البيت نوال من إيديها هتوصلها الجزء سلوم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم هو أنا قلت حاجة عادة الرجل حيالي كبرك هتقوله رجحها لأسمتك هيرجحها على طول دول روحهم في بعض ومنهمش غير بعض بس الشيطان شاطر لكن يا أخت نوال أنت تذكرين أنني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش تذكرين؟ يا أخت إيه؟ أنت إيه؟ شطانة في أعرابي؟ مفيش حاجة ما بيننا يا شيخ ده إحنا أخوات والله غالب على أمري فلنذهب للأخي سلومة لكن بشرطين تلسه هتتشرط علينا؟ قول يا سيدنا الشيخ قول أنت رفقين يا سيدت أم سوكا لأن موقعي ووضعي لا يسمحان أن أسيرة مع الأخت نوال بمفردنا في الطريق العام أنا مغاريش غير نوال رحي مع نوال يتعلي مع نوال ما كانش حط الطبق روزي بلبن اللي طبحته لي ها طيب والشرط التاني إيه؟ الشرط التاني إن شاء الله أنا سأتوصل ولكن غيري مسؤولة عن النتيجة نعيما يا أم قديني سابق تقولك هو رجعتك بيت 18 18 سنة إيه يا كوريا؟ يا بيت؟ يا بيت هو زي ما بيرجع لورا؟ يا ولاي؟ يا ولاي ده المسأل بيقول ورنش البوسة تبقى عروس؟ وأنا ورنشتك هولة بمعتك وخلتك ولا اللي بكارتوناتها؟ روح اللي ينوي عالك يا كوريا خلتيني حلوة إليها شوفك بيت زي ما أنا عايزة يا ربا خدي بقى حمام الزيت ده كمان بصي بقى ده هيليس لك شعرك ينزله كده على وشك لا تعرف تشوفهم القصة يا مين ولا شمال ده حلوة ها؟ أدربه ماشي زي بعضه خدي يا كوريا ومالك ياوليها زي اللي بتديني حاسنة كده ده أنا فلوس دي بأخدها منكو كده حاجة رمزية يعني وانت قد فيكو يقدر على وجرت اللي استحققت على فكرة يا كوريا انت بقى لسانك زي الفرقلة وانت عارفة لو ما كريتش إيدي حلوة ما كانش حد دخل محل ده يلا أنا ماشي عايزة حاجة؟ لا شكرا يومك شبه اه دي بالعافية زكا كوريا ده انت زعلانة بجد بقى طب بص يا بنت الحلال انا مش عاوز حاجة منك المفروض بعد اللي عملتي ده ما عرفكيش تاني بس انا جاي عشان فاهمك حاجة واحدة نوال هيا اللي تلقاتلي بالعامود يا كوريا وانا تخنيتها معا ونزلتها قدام سوكا ومن الاخر كده نوال هيا اللي راميك اتتها عليها وانا مديها السك وانا يوم ما عالي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال نوال دي زي ما نسحت الجزمة اللي الواحد يمسح فيها جزميته هو معدي وانا لما كدبت عليك وولتلك ان العمود بتاع البدت الممرضة ده كان عشان ما عملكيش مشاكل ولعبلك في دماغي انت عالي يا كوريا ما تنزليش نفسك لنوال انا كده خلصت اللي عنده سلامي وعلى فكرة دي ما حققال يا كوريا وبتجمد قوي كمان سلامي أصدق سلامي اهلا اخرى سلامي شكرا للمشاهدة 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 ما لقيت أخذ المكارونا دي كوريا أفل على كل حاجة جواه شوف النملية أخذ أه ده كان في النملية دي مكارونا حلو تكليها مين؟ أنا أنا موسوكا يا جنالة تفتحي ما تخفيش سواني سواني موسوكا 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 مين جبال غرب ده؟ ايه؟ في جبالات عملك أكل حلوة هوك جميل اه؟ لا اوعي يا أخي دي حتخذه مني لا ماتخفيش ماتخفيش كلي 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 يا حبيب دي حرامية أنا حرامية ما عالش يا تامت سوري لا إنت زنبك هي يعني اللي غالبانة ومخاها طائق منها لكن إنت بيتهيقلي كده أنك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندوس آه آه فعلا عشان أنا يعني سافرت من كتير بقالي كتير كنت مسافرة آه السفر يعني عالسفر إنت عارفة أنا عمري ما سافرت بس أسمع يعني بالسامع كده هوت إنه هو غربة وغربة صعبة ومرة آه مرة قوي مرة فعلا قوليلي هو أنت سافرتي قبل حدث السندوس ولا بعديها آه 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 بصي أنا السراحة مش فاكرة عشان أنا سافرت من هنا صغيرة كان عندي آه من 17 سنة يا آه ده أنت سافرتي هو أنت صغيرة قوي قبل الحدثة بزمان ده يا الحدثة كانت يمكن من 7-8 سنين يعني بيتها وولدها وجوزها كله النار النار كلتها غراب غراب طلل منه الشاهر بقى الأمر ده هوت غراب ممتب كولي كولي بس أنت عارفة؟ والله العظيم دي رحمة من ربنا آه علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على أولادها وعلى جوزها أخذ يعني عقلها وطيره وسب جسمها في الأرض بس عارفة؟ تحس كده هوت من هي ممكن تكون عايشة معاهم بعقلها هنا ساد ابني مال آه 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 يا حبيبتي ابنك آه يا قلبس مال عليك آه سادة بيحب البيت بيحب البيت وده فيه أنا لقيتهم كلهم راحوا للمستشفى وسبوك الوحدة قلت إيه؟ أطلع قعد معاك شوية عشان أسليك يعني وأخذ بخاطرك وأخذ بحسك عشان أنت غلبانة بتصعب علي والله أصلاً عشرية عشرية قوي 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 يعني مارسي متشاكرة قوي يا تامت شكراً بس أنا بقى عرفتي يعني 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 كمان أنك عندك شوية الظروف آه إيه يا إخي آه أصلاً لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيرة جوزت راجل بس هو طيب قوي الله يرحمه توفى خلاص لا إله إلا الله الله يرحمه ويحسن هي الدنيا كده هو آه والله الكويت بيمشي وبالتكل على الله صح مهم وبعدين احكيلي ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني وبس جيته هنا خلاص يا ولاد الك產ب يا ولاد الحرام وبعدين كملي يا حبيبتي orton لا يوجد هذه الظروف هي دي كل الظروف طيب أستأذن أنا بقى عشان أكلم الواد ابني على التلافون علشان يطنمني على الواد إبراهيم والباته کاير أصلا بقى قلت هما فيهم البركة يعملوا كل حال الغراب ماشي الغراب ماشي يعني هو الغراب هتنيت وقعدلك كله يا حبيبتي كله يلا سلامه عليك سلامه عليك سلامه تفضل يا ته قوليلي انا فيه سؤال كده محيرني يعني انت بتقولي انك قعدت سبعتاشر سنة هناك في قلب البلد ده هي وبعدين المفروض انك ترتوني زيهم لكن انت ما بترتونيت زيهم ده اللي بيروق السعودية يعمل عمرة برجع يرتوني اللي بيروح لكوية شعرين يرجع يرتوني اللي يقولك اش تبغي واش حالك وحياك الله ليه ما بتقوليه زيهم يعني اصلا من كتر عميلهم فيها فخلاص كرهتهم فما بقتش عايزة اتكلم زيهم اه ايوة 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 كده فطنيني سلامه عليك وعليكم سلامه تفضل سلامه عليكم ايوة اتكلم ميمان بحق ويقع انت قمناه من اتكلم بحق الأحيان عضري على حاجة معك على حسيدي هو فيه بالضبط بص مش أنا بنت أنا هقولك على نصيحة اوعى في حياتك تسقف واحدة 100% أو تسيب نفسك الواحدة 100% عشان في الآخر ما تعدش قادة تجدي ممكن سبيني الوحظة طيب منتا الوحد حتى هنا قادة معاك انت الوحد على فكرة أنا مش متطفلة خالص بس أنا شايفيك كذا مرة قاعد نفس القادة دي هقولك على حاجة أنا من سنتين كنت عاملة زيك كده بالضبط وصكت في بني آدم 100% لحد ما تصدمت وبعد ما فوقت فيهنت ان احنا بني أدمين عشان كده ما بقيت شاصك في أي بني آدم بسك بنسبة سوايا يا رأوي أشرف المية كفاية وعلى فكرة في نسبة كبيرة يلا باي باي لقد اخذها بالفضل تصغر لي الملف ده وقدر كل واحد فيهم نسخة مش عايز أي حد من الناس اللي في الملف ده ينام ولا يصحى إلا المعرف نام الساعة كام وحلم بإيه توجهت ساعتك أوامرة باشا تفضل وصلت لإيه ترادية عيدة بطالة وصلت لها والله يا فندي ما نعدت على الأبوها وابنها أماما والمحامي بتاعها وتأكدت إنها مش في أي مكان تبع أي حد فيهم وبعدين حطوهم تحت المرأب 24 ساعة وأبدأ أتأكد إنها مش عند أي حد من صحبتها أنا مش عاوزك تتأكد إنها مش عند أي حد فيهم أنا عاوزك تتأكد هي فين نوجبها قبل نفتح عينينا ولاقي هر للبر البردية كمان لو أقصي الحجة ونبي قصي على كده حاجة كوريا يا كوريا إيه؟ فيها سوك حصل حاجة ولا إيه؟ إيه ديه دي أخت مفيش بقولك إيه؟ أبل هاجر قالتلي إن الدكتور مشي وهيجي بالليل إن شاء الله وأبراهيم حرطه مستقرة والحمد لله متراوحي أنت يا أختي تغيير حدومك وأنا أبقى أكلمك في التلفون وطمينك على أبراهيم ما ديه قالتلك إنه هيفوق يعني؟ بما شئت الرحمان هيفوق ماشي خدنا بصة عليها بلما يفوق يا كوريا تسطر على متهم هارب جريمة بيعقب عليها القانون بالحبس يعني حدثت كده بتعرضي نفسك للحبس فيما قبل إن صاحباتك تفضل هربانا تسطر إيه وحبس إيه يا فندي؟ ما أنا قلت لحضرتك؟ أنا معرفش عنها أي حاجة من ساعة آخر مرة كنا فيها مع بعضا ومن بعدها اختفت تضبالي ردي لو عايزة لا شكرا ردي شكلها حاجة مهمة ألو؟ ألو يا دينا أنا هايدي آه أهلا أهلا إزاي حضرتك؟ حضرتك مين يا دينا بقولك أنا هايدي يا دينا يا دينا أنا تعبت قوي مش قادر أستحمل لنا فيه دينا أنت ونادر محدش فيك وبيسأل عني ولا حد بيتطمن علي لا والله أصل كان مسافر كده يومين وكان تليفونه مقفول بس عموما يعني هو على وصول يعني ما فوت طيارته تكون وصلت تقريبا من ساعة كده طيارة إيه وطريق إيه؟ يا دينا أنا بقولك أنت منادم ما بسألكش عن محمد يا دينا أنا محتاجاك وبجد أرجوك آه 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 طب خلاص حاضر حاضر حبلغ 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 أوكي يا باي 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 إيه ده في إيه؟ سلام عليكم عليكم السلام زكا كوريا زكا كوريا زكا كوريا زكا كوريا زكا سوكا عمليك إيه حكيت بانتخالتك دي مالا زي ما قولتلك هي اسمها جمالات وكتعيش برة من زمان متجاوزة واحد من الخلايج يا دول وميحصل إيه سنة دي بقى؟ الراجل يموت أم أولاد أولاد الحرام كلوا عليها الورث ومنزلينها على مصر زي ما انتشاكت لا حاول الله يا رب يعني مجبتليش سرياتها قبل كده؟ لا مناصلي بنساها أنا من كتر ما هي عايشها برة من زمان يعني بساقتها كده ساعات ودي هتقعد فين؟ معاكي؟ او موقتا يعني بغيتها ما نشوف لها مطرح تاني مناصلي خالي يعني ملقهاش مكان عنده أم زيح علي بس حرام انت غلبانة بقى ومن كسرة وزيعت شبابها على راجل ما يستهلش فيك الخير فيك الخير والله تحلال كوريا عشت يا سوك انت بس قول لأمه تخلع البيت من دماغك عشان بيت فل مكفيها مش حملة نخوارة أمك ها؟ يامي ملقة بس يا كوريا دوم انت تتمنى الخير المنطقة كلها قابلي نفسها دوم مجدع ستة في المنطقة مفيس سر في المنطقة الله معامي عمرها ما خرجت سر أبداً برا لما تشوف العالم من خلال الكاس غير لما تشوفه من غير كاس أنا أدمنت الكحوليات تلاتين سنة لحد ما لقيت نفسي هضيع بل دعت عملت ستوق على طول قلت مش هشرب تاني إلا لما أتقعت وفعلاً تقعت سلمت الشركة الحايدين رجعت بقى أشرب تاني بقى كنت مشتاء يزازة بحلها روح تشاري بقى بالفلة عش كده تقيني بشرب كتير وبشارها هو حضرتك كنت عايزني في إيه لدرجة أنك تجيلي لحد أنا ظابت ما بحث الأموال العامة ظارني في البيت أنا وطارق وعدي حقق معانا أنا إلقت مرتحتلوش عش كده عايز أتطمن على هايدي موضوع شكله أكبر مما كنت أتخيل ما تخافش مش هيلوها إيه 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 حيلة حيلة أنت أنت بضع بتشربش يا جدعة بقى أنت لازم تبقى فايق مشان إحنا محتاجين لك هايدي محتاجالك أختك محتاجالك أنا محتاجلك كلنا محتاجين للدكتور النادر حبيبنا أنت عزمان أبو طالب إيه أنا عشت طول عمري بجري مين وشمال عمري في حاتي ما فكرت في أي حاجة أو أي حد يا شغلي وأختي أختي اللي أنا كنت عايزة عوضها عنها شبابها وأمرأها اللي ضاعتهم علي لحد ما قابلت إن يا جوان حبيتها بجنون بالندفاع من غير أي تفكير كنت مستعدة أعمل أي حاجة علشانها لدرجة إن راهنت عليها بكل حاجة في حياتي حتى بعلاقتي بأختي اللي كانت ضد الحب والعلاقة دي من الأول باختصار أبو طالب بيه أنا عمري في حياتي ما خسرت قضية حد أنا كنت عجة اكتشفت إن أنا خسرت قضية حياتي نفسها يا جوان إيه اللي جابك؟ ما شغتلك ما تطلعيش؟ أنا حجزت على أول طائرة رايحة مصر بكرة الصبح وحجزت كمان قوضة تاني عشان أنام فيها اللي لادي طب ممكن هخش خد حاجتي بقى وهدومي من هنا؟ طب خمسة خمسة ماشي؟ طب خمسة جوا ما تزعلهاش لو جالتلك في يوم إنها شافت الجمر في المطبخ في الحلة جولها شفتو القمر في الحلة؟ قمر يو حلتي يا خال؟ أنا ناس هجنان؟ انت كده هديقلي بليش أمرو ستاك؟ مكفاة فيلم الكرتون اللي شغال في الدماغي ده عرضة مستمرة ما بيقلاصش سعد بيحب البيض سعد؟ بيت إيه؟ بيت إيه بتقولك بيت؟ وبعدين مين سعد ده؟ تقعودي! بيت الرجنونة؟ لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا صندس سعد مين؟ سعد الله يرحموا بنها آه مرحم بعدين دي مش مجنونة لا حاجة ما تكفيش ماشي ماشا ما نشوف أخراتها يقولك كوريا دي طيبة كوريا دي تتخطى على الجرح يشيط اه انا بنا حس أن انت اللي هترجعني القناطر من تاني كلنا هنروح القناطر إن شاء الله ونركب عجل وإحمير هنا والله؟ هركب حمار انا هركبك حمار أجمل حمار في الجناطر هركبهولك هايس هايس قولي أي كلام عشان تلحق تجري ارمي من على اكتفك وزحة وخال ها؟ عافية بقى وخليكم معها باعة في جميع لا 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 سعد سعد ما تخافيش يا سعد استعني ما تسبنيش معا يا بيت انت يا بيت نعم عايزة بس حم ابتدينا طب بقولك يا سندس بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من أول انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخش تنامي والصباح رباح انا ممسها الصبح هلايفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل انت عايزة عشان فياش خلي دلوقت يا سندس ماشي؟ جعالة لا بقولك يا عاد ديوب عايزة ايه بس هتنوحيلي لي دلوقت طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعلي يا سعد هنجيبه منين سعد دق معلاش حاد انا هعمللك كل انت عزاك انت عايزة ايه؟ بيد حاضر هعملك البيض عايزة حاجة تانية؟ مقلي حاضر عملهولك مقعيون يعني حاضر عملهولك سعد بيحب البيض المقلي حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلصها دلوقت حاضر حاضر احميك حاضر تعالي فلس اخوتي بقول اوزا ايه تاني؟ تعالي ايه؟ انا؟ يا حلوة اسمها انا عليك يا رب اخ يام الله الله يرحمك يا رب اتفضل يا حبيبتي تسلم ايدي كده ده انتصار بقرفها انا وشيف حاشتين روح وقلبي وحياتي ودنيتي كل حاجة لي عمري اعود يا بيبي انا بقى عشائك بيبي حبيبي انا بحبك اولا انت امت هتبطل اوفر يا حبيبي امتا؟ حبتي ما انا مش قادر طبعا الله ما انت عارفة واحد بيحب واحدة بجمالك لازم بقى اهم حاجة في حياته انه يدلع البنوتة عارف عن ايه يدلع البنوتة؟ يعني دلع البنوتة انا كن مرة قلتلك بطل اسطوب المعكسة بتاع الوراقة الي انت بتعمله حبيبي بيبي انت خلاص بقيت حاجة تانية خلاص الحياة القديمة دايين لي انت كنت عايشها انسها خالص حادر خالص بصي بي حبيبي انا من ساعة مكلمتك في التليفون الصبح وانا هتلن إزاي أنت تتدقي وأنا عايش على وش الدنيا عشان كده أنا عد تعصر في دماغي لغاية ما لقتلك حلة هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص طب إزاي حبيبي؟ إحنا نفتح قناة فضائية نعم قناة فضائية؟ إزا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة حلها تقولي نفتح قناة فضائية بعدين أنت عارف كويس قوي أن أنا معيش سيولة يا حبيبتي السيولة هتتوفر إحنا ناخد قرد من البنك بطمان الشركة وكل فروعة اللي في المحافظات ده غير الأراضي بتاعكم اللي موجودة في شرم والغردقة وأنا كمان هخش بحطة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساعل ونصيب في مصنع المرادل وساعتها ناخد قرد بـ 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي بس مش هينفع يا بيبي إنت عارف إن باب يمكن يجراله حاجة لو أنا باعت الشركة تضيع عمره كله فيها مش هينفع حبيبتي مين قال بس إن إحنا هنبيع الشركة إحنا مش هنبيع حاجة إحنا كل ما في الموضوع هناخد الشركة ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها غير كده إنت عارفة وإنا عارف إن الشركة دلوقتي ما باقتش تكسب بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي يعني إحنا حتى لو خدنا القرد ده هنسدد فلوسه إزاي إحنا الأصول اللي معنا ما تجيبش تلت المبلغ ده يا حبيبتي ما تقلقيش أنا هعرف أسنجف كويس قوي أسنجف؟ آه يعني أرستق آه 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 أزبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث إن الأصول بتاعتنا تساوي ثمن القرد كويس قوي وفي خلال خمس سنين بالزبط هنسد القرد وهنكسب كمان وبعدين يا حبيبتي إنت عارفة زمان كانوا بيقولوا إيه ها؟ إيه؟ أي حاجة فيها أكل هتكسب هتكسب دلوقت اتغيرت شوي بقت أي حاجة فيها أكل ودان الناس هتكسب هتكسب بنصح جدير بالك على حالك صيب لنقل وايبت فيه يا خالتي مالك بتعياتي لدي الوقت حاضر حاضر يا رجالك وهو طيب يا حبيبي وعشني يا حبيبي يا حبيبي يا رب فيه ايه؟ فيه ايه بس مالك مالك ايه؟ دي كده وقليلي فيه ايه؟ مالك يا خالتي فيك ايه؟ مالك عاوزة ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض؟ وسعد ابني اه وحشولي يا الله عايزة تشوفو حاضر طب اقولك على حاجة انا بتصلك دون بكرة الصبح خلاص؟ والنبي اه اه استغفر الله عظيم والنبي قولي تاني والنبي 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 اللهم صلي وسلم عليك يا نبي الصلاة والسلام يا الله ايه؟ دي بقى ونام وبدري يا اختي كمان وحشة نقاها عايزة تشوفها حاضر هكلمهلك يا كمان بكرة بكرة هكلمهم لكلهم هكلمهلك إنتي الجننتي دي بادريه مات يو طب انت شو واعي هم الفيك ايه؟ يا خلاتي حرام عليك ما تعيطش بتقطعيلي قلبي طب خلاص خلاص والنبي انا اسفى 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 والنصح ما اعمل كده تاني خلاص والنبي اهو والنبي حقك علي حقك علي اهدي بقى ونام طب احكيلي حنوطة حاضر كان يا مكان يا سعد يا إكرام سعد بيحب البد سدانك ريحة البد إحنا نعمل عقد شراكة ما بيني وما بين هايدي وأنا هخش بحطة الأرض بتاعت اللي موجودة في الساحل ونصيب في مصنع المراتب اللي موجود في العبور وكل الإجراءات البنكية اللي بعد كده هخلص هنا بالتليفون مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع عملوا أنا وهايدي في البنك أيوة بس نسبة الخطورة بتبقى عالية جداً في القروض الضخمة دي وبعدين لو حصل أي تعصر أو لقدر الله المشروع ما حققاش الترجب بتاعه هندخل في مشاكل كبيرة جداً يا هايدي مع البنك إيه مالك؟ مش قوي كده على فك يا نادر ما كل المستثمين الكبار بياخدوا كروض ويتعصروا ويجدولوا ويسددوا أنا بصراحة على حكاية الخان الفضائية دي عجباني قوي وإيه راجبان يا هايدي تشغليني فيها مزيعة قوي ليه لأ عشان برضو ما تخليش مراني يطلع مع حد غيرك على الأقل انت ضمناك ده ما فيش حد بيخسر على فكرة اللي بقى عنده قنات دلوقتي بقى عنده تلاتة واربعة وخمسة رياضة ودراما وأفلام ومنوعات وأغاني يعني الموضوع كده بسم الله يا ما شاء الله كبير وحتى القنوات بتاعة الرأس الشرقي بجد هي اللي خسرانا مش انت صار أنا لسه بحبها لحد دلوقت بحياتي ملاش أي طعم من غيرها لك خيالي لو رجعت أنا مستعدة أنسى كل اللي عملته مش بقول لك هبلة ما تستهلكش أنا إن كان علي يا يا أختي أنا كان ممكن أبيتك عندي بس انت عارفة بقى إن أنا عندي شاب يعني في سن الجواز وقنت برو بصرحة ربنا وأما تأخذنيش يعني ما تتضمنش حتى أنت برض يا خالتي الله يسامحك إيه ده يا خالتي أنا أنا أما وريتك يا كوريا الكلبة أنت وسلومة هأ أنا أنا وأنا بقى فرجة الحتة طب والعمل إيه يا خالتي هنهبّ بعه في أم اللي أنا فيه دا هبêt في الشرع يعني زي المجازيب ولا إيه لقيت لك الحل يا بيت رغم انك انت كده وكده يعني بس سبحان الله ربنا مساهلهاك فانت بقى يا سيدنا الشيف هتاخد البيت نوال من ايديها هتوصلها الجزء السلوم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم هو انا قلت حاجة عيدة الرجل حيالكبر لك هتقوله رجحها لعسمتك هيرجحها على طول دول روحهم في بعض ومنهمش غير بعض بس الشيطان شاطر لكن يا أخت نوال أنت تذكرين أنني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش تذكرين يا أخت إيه انت إيه شطانة في العربي مفيش حاجة ما بيننا يا شيخ ده إحنا أخوات والله جانب على أمري فالنزه بدل أخي سلومة لكن بشرطين تلسه هتتشرط علينا قول يا سيدنا الشيخ أنت رفقين يا سيد أم سوكا لأن موقع وضعي لا يسمحان أن أسيرة مع الأخت نوال بمفردنا في الطريق العام هم أنا مغاريش غير نوال رحي مع نوال يتعلي مع نوال ما كانش حد الطبق رزي بلبن اللي طبحتهولي ها طيب والشرط التاني إيه الشرط التاني إن شاء الله أنا سأتوصل ولكن غيري مسؤولة عن النتيجة نعيما يا أم قديني سابق تقولك هو رجعتك بيت 18 18 سنة إيه يا كوريا يا بيت يا بيت هو زي ما بيرجع لورا يا ولاي يا ولاي ده المسأل بيقول ورنش البوسة تبقى عروس وأنا ورنشتك هولا بمعتك وخلتك ولا اللي بكارتونيتها روحي الله ينوي عالك يا كوريا خلتيني حلوة إليه هشوفك بيت زي ما أنا عايزة يا رب خدي بقى حمام الزيت ده كمان بصي بقى ده هيليس لك شعرك ينزلوا كده على وشك لتعرفوا تشوفهم القصة يا مين ولا شمال ده حلوة ها اه اجربوا ماشي ده يا بعضه خدي يا كوريا يو ومالك يا ولوها زي اللي بتديني حاسنة كده ده أنا فلوس دي بقى أخدها منكو كده حاجة رمزية يعني وانت قد فيكو يقدر على وجرت لا استحقعت على فكرة يا كوريا ده انت زعلن بجد بقى طب بصا يا بنت الحلال أنا مش عاوس حاجة منك المفروض بعد اللي عملتي ده لا عرفكيش تاني بس اينا جiencia عشان نفهمك حاجة واحد نوال هي اللي تلقيتلي بالعمود يا كوريا وانا اتخانيتها معا ونزلتها قدام سوك ومن الاخر كده نوال هي اللي راميك اتتها عليها وانا مديها السك من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال نوال دي زي ما انسحت الجزمة اللي الواحد يمسح فيها جزميته هو معدي وانا لما كدبت عليك وقلتلك ان العمود بتعالبيت الممرضة ده كان عشان ما عملكيش مشاكل ولعبلك في الدماغ انت عال يا كوريا ما تنزليش نفسك لنوال انا كده خلصت اللي عندي سلامي وعلى فكرة تيم حوالي يا كوريا وبتجعمد قوي كمان سلامي أصدق سلامي سلامي سوف يكون على شاك سوف يكون جميل جدا يا كوريا لا مشكلة هذا اليوم جميل جدا وليس لديه وليه سوى ليه وليس لهم جدا وليس وليس لديه ويمكني مالوان وبركاته وليس لديهم لذلك يترجم أن كل المنزل ستكون على ذلك المنزل اشتركوا في القناة 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 اهلا انتم تفادتا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله كتير قوي ما شفتش خالتك سندوس اه اه فعلا عشان انا يعني سافرت من كتير بقالي كتير كنت مسافرة اه السفر يعاني عالسفر انت عارفة انا عمري ما سافرت بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربة وغربة صعبة ومرة اه مرة قوي مرة فعلا قوليلي هو انت سافرتي قبل حد ستسندوس ولا بعديها اه اه قصي انا السراحة مش فاكرة عشان انا سافرت من هنا صغيرة كان عندي سبعتاشر سنة ياه ده انت سافرتي وانت صغيرة قاوي قبل الحادثة بزمان ده يا الحادثة كانت تيمكن من سبع ثمان سنين يعين ايه بيتها وولادها وجوزها كلهم النار النار كلتها غرب غرب طلل منه الشهر بقى الامر دهوت غرب ممتب كل كل بس انت عارفة والله العظيم ده رحمة من ربنا اه علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على ولادها وعلى جوزها اخد يعيني عقلها وطيره وسب جسمها في الارض بس عارفة تحس كده هو تمهية ممكن تكون عايشة معهم بعقلها هناك ساد ابني مال اه 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 يا حبيبتي ابنك اه يا قلبس مالا عليك سادة بحب البائد بحب البار اي حب الافيه انا لقتهم كلهم راحوا لمستشفى وسبوك diet قلت ايه طلع عقعد معاك شوية عشان اسريكي يعني واخد بخاطرك واخد بحسك عشان انت غالبانا بتصعب علي اصلاً عشاري عشرية اوي 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 يعني ميرسي متشكرة اوي يا تونت شكر بس أنا بقى عارفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شوية الظروف هي ايه يا إخي؟ أه، أصلاً لما كنت في الخليج زمان يعني، من وانا صغيرة جوزت راجل بس هو طيب قوي أه، الله يرحمه توفى خلاص لا إله ها لا الله الله يرحمه ويحسن الله هي الدنيا كده هو، آه الله الكوية بيمشي وباتكل على الله فعلا، أه، وبعدين يحكيلي ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني وبس جيت هنا خلاص يا ولاد الكالب يا ولاد الحرام وبعدين كملي يا حبيبتي مفيش خلاص خلصتها دي الظروف هي دي كل الظروف؟ طيب أستأذن أنا بقى عشان أكلم الواد ابني على التلفون علشان يطميني على الواد إبراهيم والبت كوريا أصل أنا بقى قلت هم فيهم البركة يعملوا كل حاجة الغراب ماشوا يعني هو الغراب أتنته قاعدلك كل هي يا حبيبتي كلي يلا سلامه عليك سلامه عليك قوليلي أنا فيه سؤال كده محيرني يعني أنت بتقولي أنك قعدت 17 سنة هناك في قلب البلد دهية وبعدين المفروض أنك ترطني زيهم لكن أنت ما بترطنيت زيهم ده اللي بيروح السعودية يعمل عمرة بيرجع يرطن اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن اللي يقول لك إش تبغي وإش حالك وحياك الله ليه ما بتقوليش زيهم أصل أنا يعني أصل أنا من كتر عميلهم فيها فخلاص كرهتهم فما بقتش عايزة أتكلم زيهم فما آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ راحت فين؟ مع راجل تاني ولا إيه؟ بص طبعا أنا مش هسألك أعود ولا ألا أنا قاعد بس ممكن أعزل نفسي على حاجة معيك على حسيدي هو فيه بالضبط بص مش أنا بنت أنا هقولك على نصيحة اوعى في حياتك تسقف واحدة 100% أو تسيب نفسك الواحدة 100% عشان في الآخر ما تعدش قادة بي ممكن سبيني الواحدة طب انت الواحد حتى وانا قادة معاك انت الواحد على فكرة أنا مش متطفلة خالص بس أنا شايفك كذا مرة قادة نفس القادة دي هقولك على حاجة أنا من سنتين كنت عاملة زيك كده بالضبط وصكت في بني آدم 100% لحد ما تصدم وبعد ما فوقت فيهنت ان احنا بني أدمين عشان كده ما بقيت شاصك في أي بني آدم بسك بالنسبة سوى يرى قوي أشارة في المية كفاية وعلى فكرة في نسبة كبيرة يلا باي باي خرجها بالفضل تصور لي الملف ده وقدر كل واحد فيهم نسخة مش عايز أي حد من الناس اللي في الملف ده ينام ولا يصحى إلا أنا معرف نام الساعة كام وحلم باي توجهت ساعتك قوامر أباش تفضل وصرت لقيت وعضيت حايدة البطالة وصبت لها؟ والله يا فندي ما نعدتها لأبوها وابنها وابنها والمحامي بتاعها وتأكدت إنها مش في أي مكان تابع أي حد فيهم وبعدين؟ حطوهم تحت المرأب 24 ساعة وأبدأ هتأكد إنها مش عند أي حد من صحبتها أنا مش عاوزك تتأكد إنها مش عند أي حد فيهم أنا عايزك تتأكد هي فيين نو تجيبها أبنا نفتح عينينا ولا يهر بالبرة البلد أيها كمان لو أقص على حجة ونبق قص على كده حجة كوريا كوريا ايه؟ فيها سوك حصل حجة ولا إيه؟ إيه دي دي أختي مفيش بقول لك إيه أبل هاجر قالتلي إن الدكتور مشي وهيجي بالليل إن شاء الله وأبراهيم حرطه مستقرة والحمد لله متراوحي أنت يا أختي اتغير أهدومك وأنا هبقى أكلمك في التلفون أطمينك على أبراهيم ما ده قالتلك إنه هيفوق يعني؟ لمشي قط الرحمان هيفوق ماشي خدنا بص عليها قبل ما لا 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 تكرني أنت على رواحنا أبقى كلمك بالتلفون لا أنا عزبك بص عليه يا كوريا تسطر على متهم هارب جريمة بيعاقب عليها القانون بالحبس يعني حدثت كده بتعرضي نفسك للحبس فيما قبل إن صحبتك تفضل هربانا تسطر إيه وحبس إيه يا فندم؟ ما أنا قلت الحدريدة أنا معرفش عنها أي حاجة من ساعة آخر مرة كنا فيها مع بعضا ومن بعدها اختفت فضالي ردي لو عايزة لا شكرا ردي شكلها حاجة مهمة ألو؟ ألو يا دينا أنا هايدي آه أهلاً أهلاً إزاي حضرتك؟ حضرتك مين يا دينا بقولك أنا هايدي يا دينا يا دينا أنا تعبت قوي مش قادر استحمل لنا فيه دينا أنت ونادر بحدش فيك وبيسأل عني ولا حد بيتطمن علي لا والله أصل كان مسافر كده يومين وكان تليفونه مقفول بس عموماً يعني هو على وصول يعني ما فوت طيارته تكون وصلت تقريباً من ساعة كده طيارة ايه وطريق ايه؟ يا دينا أنا بقولك أنت ونادر ما بسألكش عن محمد يا دينا أنا محتاجاك وبجد أرجوك آه 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 طب خلاص حاضر حاضر حبلغ حبلغ أوكي يابا باي 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 إيه ده في إيه؟ إنتي يا بطلع بمرعب التليفون إنت ها؟ وإنتو إيه جديد؟ فيش جديد يا باشا يعني يا أخويا مفيش جديد يا باشا زي أما بنقول لحضرتك تحركات كل واحد فيهم مكتوبة عند حضرتك في التعرير أبو طالب بيروح يشرب بيروح شوقة مشبوعة يا باشا وأنا مالي بيه أنا عاوز بإنتو تفضلوا كملوا شغلكم وأي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز أببع العلم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده يلا يا صندس أموت أنا وأعيد السنة مزة 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 يلا يا صندس شوف سياحة البيت ماشية ولابسة وبتترقى زي بتعيش سيمة بالزبط عشنا وشوفنا فيك يا بطن البقرة أقطع دراعي من هنا إن مكان ورا البيت دي إنا بس أنا بقى بصيري أعرفها إيه دول يا نادي؟ موبايلات لا يا شيخ بجد بالله أم بيوميا دينا اسمعيني كويس من ساعتين بالزبط كل الناس قريبين من هايدي تليفوناتهم بقت مترقبة لا طب وأنت عرفت إزاي؟ مش مهم إزاي المهم أنت تعرفي وتخدي بالك وتفهمي كويس جدا إن كل مكالماتك مترقبة وبالتالي ما فيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون فيمتي؟ طيب أنا عامل إيه دول يا؟ واحد من دول حيبق معاكي والتاني حيبق معايا والتالت حتودي لهايدي وبنفس الطريقة اللي روحت لها بيها المرة اللي فاتت هتخرجي بالنقاب من أي حتة وتروحي لها وتدي لها تليفون وتفهميها كويس جدا إنها ما تتصلش بأي مخلوق في مصر غير من التليفون ده وما تتصلش بأي حد غيري أنا أو أنتي وفقط نادر يعني كل التليفونات مترقبة؟ يعني كلها كلها؟ يعني أنا كمان مترقبة؟ أيوة دينا بقولك كل مكالماتك مترقبة لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجة على التليفون تخلني بالك دينا دينا فاكرا المخلوق اللي كنا نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا ما مطوعه ومش أكتر أه أصلا في شوية تطورات في القضية بعض هايدي وكان لازم أولادين عليها وأنا كل يوم أجل بيت ألا يا راجل بيستاف الستة هايدي؟ أنا مش عايز أسمع سين على الموضوع ده أنا أسفة جدا يا نادر بجد أنا أسفة لا 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 خالص أنا اللي أسف لو عمتلك إزعاج أم سوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك؟ خالتك خرجت من شوية مع اللي اسمها يا جملات قربتك دي خرجت؟ أه خرجوا راحوا فيه؟ دي واحدة ما تفهمش حاجة والتاني ما تعرفش حاجة في المنطقة ما تتخيرش عنها هيكون راحوا فين يعجش؟ وإحنا شعرفنا يا أخت هنمشي وراهم يعني نحرصهم؟ وانت ما اللي كانت بتنحشري ليه؟ أنا بتكلم مع أبو سوك دلوقت أيوه هي بتكلمني؟ معرفش يا كوريا راحوا فين؟ بس أنا شايفها دلوقتي خرجة مع جمالات دهية وجمالات مبوزها كده هو تلرمت لسلام ولا كلام والله عاسم 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 على فكرة ليه انتم تعملوا دعاية؟ بطوء ودي مش أخلاق أملاد الحارة المصرية الجدعية يالله يا عادي يا ابنين مفطول تعملناك لي من هنا؟ مش معقول يا كوريا انتي؟ انا مش هعملها معاك دلوقتي قدام أهل الحارة لينا بيت يلمنا على فكرة اني ما عملتش حاجة غلط سندوس كان نفسها في حلوة وانزلت اشتريها طب اتفضل لي يا أختي اتفضل لي أمنت بره؟ مفيش حد بره خالص طب يلا بينا انا عمي ايه؟ اللي احنا بنعمله ده صح لا طبعا يلا يا سوك وراح لو واحدة ولا ايه؟ يلا يلا اه براح يا سوك مبعرفش يا سوك ليه وانت سائل ايه ده يلا يا سوك لما اقضى حاجة انا ما انك نفيش حاجة يلا 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 على فكرة انا ما كنتش نازلة تفسح في الحارة ولا اعمل شوك انا نزلت عشان سندوس كانت عايزاني نزلها عشان مين يا أختي؟ سندوس؟ وانت ملك ومال سندوس؟ سندوس دي خالت انا حبيبتي لا تخصك ولا ليك فيه؟ وخالت انا كمان قدام الناس وبعدين انا حرة اعمل اللي انا عايزاك مش هاخد رأيك قبل كل حركة انا هعملها هقاو لا يا حبيبتي انا هنا معديش حرة حرة دي هناك عندكو في الكنباود لكن عندي انا هنا انا حرة يعني انا لمؤاخذة اه فاهمة يعني ايه؟ وما شفتش نفسك كنت باشا في الشارع كنت لاما علينا ليس والمسواش ازاي؟ بصي نفسك يا أختي طربالي استراشت وبلوزة بامبة يقول عليها بسكنا مين عندي دلوقت؟ اولا انا كنت لابسة عباية فوق نبسي ده ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقة دي وبعدين انت تقولي ان واحدة ازاي تتنازل وتقعد معاك في العفانة اللي انت عاشا فيها دي؟ انا ده اصبعت وهي بس وحيات ساعد ان ما اسكدتوا لقومة نسلها ليك وتشبشب استني انت خلطي دلوقتي والنبي لا يا نوك هتسمحيلي هتسمحيلي غزبين عنك هتسمحيلي ورجلك فهو الرعابتك انا طول عمر سمعته موس كده ها لحد قال عليه والعاد علي وليه افتح بوق علي احشيهولو بشبشب لا انا مستحيل مستحيل السوقية والقرف اللي عمالين نقطوا منك ايه ايه احشيهولو بشبشبي ايه الالفاظ البيئة دي؟ بص هي اقولك على حاجة انا مستحيل اتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده وبعدين الخرابة اللي انت فرحانة بيها دي انا قاعدة فيها بفلوسي وبعدين مش عايز احوار معاكي تعالي هنا فلوسك يا امو فلوس انت زهاتينا بفلوسك ياخد اللي كل شوية فلوسي 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 مش تكرينا ست البنك المركز مش عايزين منك حاجة اللي ايشيلو يحط عليك يا بعيد تنتي دخل علي بالمرض والخراب بولي كابت اتش مين ازائك علي يا بيتة اه؟ انا عايزة فيها ما او انا اخلص عليك يا اتخلص علي هو انا كنت راس عام فو اهم يا رب وهو في ايه؟ تاني اللي فهم كافيني وناس هوا يزع منه على الخلق كماه دي حاجة تقريف يا شيخ الباب جرال وفالك يلا يا اختي يلا جاتكني لا تخط Award رأس جانب جانب سهير يا صحي 했어 انا اخذ علي الدرا Lat كنت عايز اعتذرلك الطريقة اللي طعمنت بها معك المغلقات اوكي مفيش حاجة هو انتي مستنية حد صحابي زمانهم جايين سوري انا بس كنت عايز ولك منزعليش عن اذنك صحيح احنا عاملين بورتي بكرة عندي في البيت يعني لو تحبتي بتيال يعني الجودة مش حابق مناسب قوي بالنسبة لي مه.. ... ماينفعش تفكر كده ابدا لازم تعمل كل الحاجات اللي انت متخيل انك متعرفش تعمل او حتى ماينفعش تعمل خد ركم تليفوني شان لو فكرت بعط لي Sin humor خباط لك العنوان كام انا مش عارف انت سكت النادر دا ازاي دا بيتحكم فينا دا عامل واسا على قيلا ده بس ايه ده بس انت بقاش عصبي كده اللي يطألك عرقه خد زيق من المياه الغازية دي حتروق عصبك وتهدل قبل خد زيق مش عايزة زيق انا زيق ايه ايه يا ابن العصبية دي هايدي دي بنتي انا مش بنتك انت هو انا قلت انها مش بنتك بزمتك انا قلت كده ماه العصبية بتاعتك دي خلياني بيقى حاسس انها انت بتخاف عليها اكتر مني بس مش معنى ان النادر ده متطمن يبقى كلانا اتطمن انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها ايه مبسوط انت عايز تفرسني طبعا مبسوط لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لزقلي اللزق المنايلة دي كنت انت كمان انا تعرف مكانها وتودينك كلنا في داقق يا عمي بس انت عمي بقى تقولي مبسوط زيك يا عمي فضاني ايه ده انت لسه بتساعد الست دي الست دي هي وبنتها السبب في كل بيجرالنا دلوقت يا عمي وبعدين يا طارق الزم حدودك ده ده انت صار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي وعش عشان يعني بنتها غلطة غلطة امي احنا نلبسها زن ببنتها حرم عليكم يا ابني ده الاخر مياه وخمسين جيلي في جبه من المعاش وبنتي قاعدة عندي وجوزها كرشوب للشغل والصبح كتاج من ابنها اللبن المدعم حرم عليكم يا جبتعون يا راجل يا ممل ايه الرخي ده لولي 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 فلقتني بكسة حياتك وإيه اللبن المدعم ده يعني انت كدك ست تعطفي ده انا هشرومك ابو سيدك ابو سيدك يا عمي حرم عليك ما تفكك منه يا طعون شوف لك عيل شاب بحس يا هي ما سيبك من الناس ده انا عارفها كويس ابي ياب بقولك اه قلبي اتسلبط بقى علينا تسلبط لا بقولك يا طعون تعليب اه موت ماليش فيه الرجل ده ينزل بفلوسه ياخد بها حقنا في قربك زخان السلام عليك يا هي ما وعلى قلبك الرهيط ماشي عشان خاطرك بس لنزله بقى المراتي بفلوسه عشان خاطر هي ما ما احنا عصتنا في ميكروباسة بايا الخير اصحى اصحى يالله هتنزل شكر عبني شكر عبني ربنا يكرمك ربنا يكرمك ايه غور انت بتدعيلي غوركك خابت تحت تتقف جيب لا 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 ده الاسفة بتاعت يا هي ما انتكل انت بقى سلامتها امو حسن دادادا من العينهم الحسن سلامتك حسن من رمش اللي خاصن سلامتها 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 امو حسن قلب شكر قلب ربنا ي communautéكم لا 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 عغانة اختنى مش هنفع عغانة تانى لا والله ما هنفع انا عندي حفلة والله فى كوات التالبلح ماشي اشأه اق consumes جمعة جاية ياذ النصيبة عليك وعلى عيشتك يا ولا انت تتهبلت يا ولا بتكلم نفسك في المراية ان شاء الله ان شاء الله هتتلبس مش هينفعه همه تلبس ياما ليه؟ عشان لبس فللة النادي الاهلي يا سلام يا خوي وبعدين ياما انا كنت بغني ياما ومحد سمعني ياما تلبس ليه؟ طب خدي يا خوي كلك لؤ ايه ده؟ ايه دي البيضة ياما اللي انت جابها لي ياما ايوه البيضة مالها البيضة مش عجبك البيضة بروطين بروطين ايه ياما الناس اكلة شربة نايمة احنا بس اللي الدونة ياما مدينا ضهرها ياما كاكنيلا بحظينا الهباب يا اخوي احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبة اللي قاعدة على فرشة الخضرة وبتأكليني وتشربيني وأنا عامل زي الحمار زي البغل الاسترالي اللي محتاج الدبيح اه مبتحطش ايدك في جبك يا اخوي وتديني خمسة جنيه نجيب بيهم حتى خمسين جرام لحمة انا ياما بس ربنا يا كريمي واشتيري كمبيوتر وسماعات ومايك وندر علي يا ياما وندر علي والندر امانة يا موسوكا لاجيبلك عربية عربية ولا بحمار ياما واجيبلك واحد بقى بميكروفون ايوا جرجير وموسوكا ايوا فجل وموسوكا وانتي تعودي بقى ياما تجيب كوز وتاخدي الفلوس قلت ايه اقوللك حاجات ادعيلي بس ياما من قلبك من قلبك ياما من قلبكش من رجليك اكسر الدنيا يا ولد انت هتكسر نفوك ان شاء الله حرام عليك حرام عليك يا يا ولد شوف إبراهيم وحلوة وجمال إبراهيم وجدعانة الود إبراهيم شوف عربية الكبدة اللي بشتغل عليها خاطب وحيتجوز ومراستق نفسه وانت شاطر لي بس تقول لي قمويطر وعربية بحمور ايه يا ولد انتهبل يا ولد يا ولد حرام عليك حرام عليك حتموتني نقص عمر وانا بعز شبابي حرام عليك يا ولد يا ولد بتخلينيش هنزل تربتي وانا قلق انا عليك حرام خلاص يا اما ما تزعلي ما تزعليش بقى يا ام خلاص اجيبلك عربية 128 يا شكرا طب 29 طب اهو حد فيك وزعل امي خل امي ما تخنعش عظامي لا زعلان لو امي شايفة الشابكة على روسة يبقى تجبوها وكمان فوها بوس يلا تارت 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 لو سمحت ممكن استخدم الموبايل انا معايش في الوسبوس بس محتاج اعمل مكالمة ضروري لا مينفعش يا ست عشان خطر هي مسألة حياة او موت مش هطول دقيقة واحدة بس حاضر اتفضلي اتشكري عمي شكرا اتشكري بس مكالمة ضروري اخ طروري او موسيقى اتشكري عمي شكرا حاضر حاضر بصي ما تتأخريش انا في الشريع لوحدي وخايفة قوي عشان خطري يلا بسرعة يا دينا والنبي يلا باي 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 متشكلة قوي شهرة العفو العفو انت هتفضلي واقفة هنا هستنم ولا ايه انا هستنهم ديتم بس مش هطول لا مينفعش ده مكان اكل عيش تفضلي واقفة بعيد بقى لو سمحت يلا توكالة عالله خلاها نشوف رزقنا يا باب اعلالي يا خلتي مو ما مش هايفة عكدا سبيني سقسقلك عالتعاوير عشان تطيبي يا باب يا باب طيب انت عايزة ايه دلوقتي طيب يا باب مش عادرة معلش ومحتضرمني عشان انهلوم وتوسخ معلش يا خلتان اخسلهم لك نسقسق عالتعاوير وبعدنا اخسلهم مش هادرة معلش ورا بستحملي معاه اها معلش اها اي 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 يا باب امش هايفة عكدا انت بتبصي عليها حياتها غور ياض من القيامة غور ما تخلص عام طاعون انت كمان ما شوفهمش هم بيسرقوا شوفهم هم بيتنائله ويتحزبوا متصلي عالنبي كده ههيمه وجمد قلبك يا اخ ما لك ولي يا عامدنا حاجة يروح يقول الحكومة عامك متاجي باب اراحة يدي انت اقوى على الاستاذ الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي يعني ادف فمرحالة اخيرا نتجرقت نقوم نعمل ايه. نشكره ولا نعمل إيه؟ كل واحد يأخذ الكومة اللي تعجبه أنا مقسمهم بالشعرة ميزان حساس يهل العرب والطرب العدل من سيده سيده يالا العجب وطه وبسلمه وأخذ إيده كده عدلت التوزيع عشان ما حدش يبقى أخذ أكتر من حد مبسوط يا هيما ولسه هتشوف الخير كله مع تعون تعون ده مش مجرد إسم يا هيما ده أسلوب حياة راحة فين يا دينا؟ هاي ديام حمد في الشارع هو اللي وحدها ويا حبيبتي ولا معها فلوس ولا معها موبايل ولا معها أي حاجة حانزة نروح أجيبها تعالي هنا مش كيف هي الجاري بقى ورسلت هايدي دي أنا مراي طائرة بعد كام ساعة وما جهستيليش الشنطة وبعدين راحة فين الساعة اثنين ونص مش كيف هي هي بقى فيه يا محمد انت زي بتكلمني بالشكل ده وانت زي عايزني يسيب هايدي في موقف زي ده انت كيب بتهزر صح؟ صحيح إزاي إزاي تسبيها لكن تسيب يجوازك ده عادي قولك ما تروح تتسجني معها أحسن ده سجني مش لعب عيالي هههههههه تصدق ان انت معندكش دم انت كمان عندك نفس تهزر أنا بقى نازلة يعني نازلة عرف ليه؟ زي هايدي يا محمد ها؟ وانا ما بأسيبش هايدي براهي بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده؟ انت ليه مسحيك لحد دلوقت انت فينك يبداكي يوسائبني اللي عرف عنك حاجة ولا تعرف عني حاجة ده انا قلت انت سبت المنطقة وهجلت اصدراليا ولا حاجة بش انت يا كوريا اللي قلتلي مش عاوزاني معاكي يا سلامو انت ما صدقت كنت في ايه؟ كنت في مصلحة كده مع الوقت تعونوا العيال وانت لسه في مصلح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا ماشينا غير ماشيهم وعاعدتني مش هتخرج معهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي مصلحة نديفة وزي الفل وقلت بالمرة يا لفلف ادورلك على خلفك اه اه ولقيتها؟ ابدا ده لا حاول الله لا لا الله يا رب ده انا مش عايف الولاد دي حصل الله ايه؟ ده زي ما تكون الارض تشاقت وبلعتها خلتي نايمة جوه يا هينة مش قلتلك لا عرف عنك حاجة ولا تعرف عني حاجة؟ بجد وربنا ولقتيها فين؟ لا ولا استاني استاني اطلعلك على السلم كامليل الموضوع على حسن رقابة تلاوحي بس 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 اه فين؟ فين هي؟ وهي اظن ان هو ده عم شوكري على حسب الوصف يعني ما عليش بليز يا عم شوكري ممكن تدخل كده تسأل اي حد جوه يمكن يبقى شفها ولا حاجة؟ نسأله ما نسألش ليه سيدي احنا عايزينك معانا بقى يعني يوم كده في الفيديك السلام عليكم وبلدينة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمر يا أستاذ ما شفتش واحدة هانم كانت واقفة من شوية هم استني يا ناس هانم؟ هانم يعني هان هانم يا باش هزاي اللي بياجوا في التلفازيون دور ايه ده؟ ايه ده؟ هايدي؟ ايه اللي انت حمله في نفسك ده؟ احكيلك احكيلك انت كويسة طيب أمه عادي ايه كويسة خالص ايه يقول لك ما عندوش هالله حلاء والطحنية يال يقول ايه ناس انت هايدي ايه المر مصل انت فيها دي خالص يا عم شوكري طلع دلوقتي وراه ايه اللي عم ايه اللي بخير يا عبيبي صلي 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 يا دكتارة ما تنصو ايه يا سمعانا ايه اللي بغم كده ليه يا عم انت اللي مصحيك لحد دلوقتي انت فينك يبداك يوسايبني اللي عرف عنك حاجة ولا تعرف عني حاجة ده انا قلت انت سبت المنطقة وهاجلت اصدراليا ولا حاجة ابدا ده لا حاول الله لا 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 يا رب ده انا مش عارف الولا دي حصل الله ايه ده زي ما تكون الارض تشاءت وبلعتها خلتي نايمة جوا يا هيمة مش قلتلك لا عرف عنك حاجة ولا تعرف عني حاجة بجد ربنا ولقتيها فين لا ولا استاني استاني اطلع لك على السلم كامليين للموضوع على حسن رقابة تلاوحي بس 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 اه فين فين هي اظن ان هو ده يا عم شوكلي على حسب الوصف يعني معلش بليز يا عم شوكلي ممكن تدخل كده تسأل اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجة نسأله ما نسألش لي السلام عليكم يا بلدينة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته امر يا استاذ ما شفتش واحدة هانم كانت واقفة من شوية هم استنية ناس هانم هانم يعني هان هانم يا باش هزاي اللي بياجوا في التلفزيون دون ايه ده ايه ده هايدي ايه اللي انت حمله في نفسك ده احكيلك احكيلك اتي كويسة طيب امراحك ايه كويسة خالص يقول لك ما عندوش اللح على وطح مياه يقول ايه ناس انتها هايدي ايه المرمى انت فيها دي خالص يا عم شوكلي طلع دلوقتي ولا عمراح يا عمراح مرمى انت فيه يا عبيبي صلي 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 ايه دكتارا ما دومتو ايو سمعانا تقلب اغمي كده ليه يا عموم عليش يا دكتور انا اسف انا مش هموت خمس مهات طيب خليك زي ما انت انت حر د PERFIA بالاجر qualPS علاو ايو دينا زا magazine ايه دي بتقول ايه طيب انا جاي حالا بعد كده بقى فرحت امك العادة ورأسها او الف سيف ما ادخولش معي المشتشف عامل ايه خطاهاع البيت وحبتطلقها الماكراكرو محمدها هناك انت على فكرة يا كوريا انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولادي تاني بس انا محبتش اقولك عشان مقلقكيش والله او ربنا طب هو حتى لو كده يا هيمة تقوم سايبني في وسط للطريق كده وماشي ادور عليك جنبي ملاقكش هيمة بقولك ايه انت فيك حاجة متغير اليومين دول ولا اقولك مش اليومين دول بس من ساعة ما اخرجت من السجن كده وانا انا حاسك مش انت مش 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 هيه ما بتاعي اللي انا هارفاها مش هيه ما بتاعك يا كوريا او ما اللي هكون هي ما بتاع مين او انا بتاع حد غيرتك بق اخدش منك اللي كلام لكن اجي ساعة تنجد ادور عليك ملقيش حاجة في ايدي طبعات يدك قديني كل في ايديك اهو احنا مش هتقفل علينا باب واحد اقولك انت عايز اتقفل علينا باب واحد ويهو لا عشان نبقى نلعب طاولة براحاتنا يا رجل احنا عزلنا يا لا يا نسبتي ايه اللي انا شايفها قدامي ده صحيح اللي اختاش وماته وانا اقولي الأمارة هتقع عليه مهم النجاسة اللي مع الشيشة فيها يا لا يا اهوي يا نسبتي الحونة يا خالي يا لا اهوي الحونة يا خالي خشوا قولي خشوا قولي ايه اللي واتو المتو وعزين عالسلم الصخر اللي هو العزيم يا رف مش هتتكلم نعم اتفراغه الفرقة اللي اهوي يا اختي جرعي اولية الصحيح كلم القيبة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك وازن بها المنطقة كلها عارفة من هي الكوريا أنا محدش يستجري يجيب صرتي على لساني واللي يجيب صرتي على لسانه أطعهول وأطعهول راب دراب جمال هي موضة خطيبة وكلها شوية وهيبقى جوزي مفياش حاجة يعني المتوقح أنا كان عالسلم وأن لو عايز حاجة كده ولا كده ما أنا كنت دخلته ولكن فاشر أنا أبو يا معلمني إن أنا مدخلش حد غريب عندي البيت اللي لما يبقى جوزي لكن الدرق الباقي بقى على النسوان اللي جوازاتهم مش عارفين إيه لأموهم لا يا أخي بتاكبيتك التواهوة ولا عنده معي زي اللي مهما تلاقاش على خالق الله ولا يا شيخ ناصر يا أهالي المنطيع الكرام لو أنت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ مش وقته انتظر يا أخي إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسكم بنبع فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم وكلنا نعرف أن أخت كوريا وأخلاقها العالية ونعرف مين برضو اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب التمييز أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ يلا يا خول فضوا اللامة اللي انتو عاملينها دي أعلا؟ ولا هو سيركي ولا هو سيركي؟ وانت يا سلومة ما تلمي مراتك يا خويا لمي مراتك من قدام الرجالة ولا هي كلها لحمة عند الجزارين؟ يلا يلا أنوال يلا حبيبي منك ليه يلا يا خويا يلا يا خويا يلا يا خويا يلا فيه ايه؟ يا أخي براهيم ما عايزك طب يا كوريا اطلق انت اسبقين على فوق يلا خد يا سوكة واصلها يلا نعم يا خويا أحذرك أنت تشعل نهار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم اني أعلمك خلاص يا عام الشيخ خلاص ده مدل ما تدعالنا أن ربنا هدينا روح انت عشان تلحق صلاة العاشة ده احنا داخلنا على الفجر طب روح عشان تلحق صلاة الفجر ما يدل إن شاء الله أنا هسلم نفسي خلاص إيه ده؟ نووي إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا مش قادر استحمل أكتر من كده أنا مش هفضل هربانا ومجرياك وراي وعملالك ومشاكل أنا ما عملتش حاجة وانتو ملكوش أي الزنب في اللي أنا فيه وانت زنبك إيه هايد تلاتة بالله العظيم تلاتة منوارنا البيت يا هايد امنوار النادربيا الله أخذيك عام شكر هايد اسمعيني كويس انت مش هتفضلي هربانا على طول ولا أي حاجة من الكلام ده في نفس الوقت بدرس القضية عشان عرف أتفاض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا برا يعني أكيد إن شاء الله حيكون فيه حل بس على ما نلاقي الحل ده بقى سيابتك مش هتستحملي تعودي في أي حجز أو حبس المدة ساعة واحدة يا هايد انت مش متخيلة ده معناه إيه؟ وانت مش متخيل يعني إيه أفضل هربانا زي المساجين من المجرمين انت ما شفتش لأنا شفته يا نادر يا حبيبتي المشكلة أنا أنكل أبو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده بس لو رحتي قعدت في أي مكان محترم وقتها أصلا مش هيكون فيه مشكلة أنا عارف واحد ممكن يعمل لها بطاقة بإسم وشخصية مستعارة هي هتاخد شوية وقت ومش هتقدر تستخدمها إلا في قدية النطاقة بس هي طريقة برضو هايدي أنا عمري في حاتي ما عملت كده لكن أنا عارف ومتأكد إنك مظلومة فمش هقف أتفرج عليك يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد في عيني عم شكرك محمد جوزي كان عدم سافر تعالي عوتي معايا ما ينفعش يا دينا قولنا صحابها قريبها ما ينفعش طيب ما ينفعش تروح طاعد عند أهل محمد في الشلبة عيني السخنة برضو ما ينفعش ما ينفعش تبعد قوي كده وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفوا أكتر صلي بنا عنا بقى يا جماعة عليه الصلاة والسلام أنا باجى عندي المكان اللي أقدر أتاوي فيه هايدي هانم الدبال لازرك ما يعرف لكيش طريق زرة فين؟ بطن البجرة نعم بطن البجرة مش حلوة كده يا كوريا مش لايق على وشك يو وانتش فهمك إنت انت اللي هتقولي لايق ومش لايق مال ما حلوة هوا عملا قولت بالح مالوا البالح وحش وحش البالحة بنت أشيبه حلوة اوه لايق عليها أهدتك لايق عليها حلوة أختي البالح حلوة يلا عشان تنطليش إخواتك يلا السلام عليكم عليكم السلام إيه ده زكا خاء الله سلامة يمسك أشايماء دي عشرة جنيه والنهاردة أجازة رواحي مش عزيمي فيه يا أخي بحلق لها ليه هده بقول لها أجازة اتوكل على الله يلا يو فيه يا أخي استمي بحجول لك فيه تفضلي 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 إن أنا حياتي مش بار وكباري من اللي انت بتروحهم كل يوم كل شوية داخل علي بإزازة في إيدك وساحب معك بنت من الأشكال انت تعرفها دي مايصحش يا بابي شوية ريسباكت ليه والجوزي إحنا لينا البوزيشن لينا إيمج ما ينفعش كده تعالى كبدك عايزة انت تغطلت يا دي يا سوكا اللي إيمج سيب نفتح العربية يا جدع إيمج 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 ليك وحش انت لي طلعت الله نعم يعني قصدي طلعت إيمج حاشتني يا ضعيم قلت يا جدع إيمج مش باين عليك يعني إنك فرحان آه يعني شوية كده إيه لا يعني إزاي يا جدع إيمج إزاي ده أنا مزقتة مش باين عليك إبراهيم ما انت خطفتيني برضك من قلت عملها لك مفاجهة دي أحلى مفاجهة ده إيمج مفاجهة الحلوة دي مش كنت تقولي طب كل أزاف هناك من هناك لهنا دي حاجة أتعدي كده عارف يا إيمج أنا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر إنها إزاي أخرج عشان أعلم على راموني الرامية السودة دي لا كل ما كنت أعود لوحدي كنت أعود أفكر وأقول يا رب والنبي خرج لي ولو خمس دقيق بس أمسكي دي الوقت إيمج وارجع تاني حبيبتي حبيبت يا كوريا بقى كان كل قد في انت بلتك يا كبداكي همم فينا الدبلة آه دبلتنا دبلتنا في جيبي في جيبي يا كوريا وقبل مدمغك تودك الحتة يا شمال اسألين الدبلة في جيبك لي يا إبراهيم الدبلة في جيبك لي يا إبراهيم ما عرفش نعم بقدر معاك يا كوريا أصلوا أنا بسوي الأكل بتسخف وبتلسعني بتلسعني قوي كوريا بس أنا كنت هلبسها برضو يعني دمنا لبسها لبسها هتروح فين أهي شفتي موسيقى 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 حقك عليها يا أم أنا اللي جبت أجلك بس عامل إيه؟ إلاد الحرام بسبوش إلاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى بس وغلوتك يا أم أنا مهازي بحالي وغلوتك مهازي بحالي ميت كوريا! حبت يا الكوريا! الحمد لله على السلام يا كوريا! عامل إيه؟ نقرت بيتك! نقرت بيتك! بيت إيه بقى يا أخي؟ بيت ما بعلوش لازمة من غير أم الله يرحمها أنا اللي قربت معادها من قهرتها علي معلش يا بنتي معلش العماري بيد الله مناش في نفسينا حاجة سنتي غلطانة يا كوريا إيه غلطانة غلطانة إنك رفضت تبفي معاها في المحل وأنا كنت أحشم على ظهر إيه دخل أنا كل الحكاية بس إنك بنفسي أشتغل مع الناس هلوي عندي معرفش إنهم نصايا عايزين يفرون كل خلق تحت رجلهم عشان يعلطك علش يا بنتي المكتوب مكتوب بس أنا عايز أقول لك حاجة أوعي أوعي تكوني فكرة إنك عشان شايلة سبجة في السجن تبقى خلاص الخلق كلاته ماهنيه عارفين إنك دخلت السجن عن حاج حق ولا باطل بقى أخي هم يعني كانوا بيكتبوا في الفش والتشبيه جن بالسبقة وإنا بيكت مظلومة بس هو رحمة أم يا خيل أنا ما هسيب الولاي اللي اسمها هلايلة دي أبدا عشان اللي دي فتنت علي ودخلتني السجنس هنه ظلم داني أتعلم علي إني سواب يا بنتي المكتوب مكتوب مهما طال الزمن مهما طال مهما يا كوريا إحنا عايزينا بنت الناس نفرح بيكي بتتجوزي الوادي الجدعي اللي اسم إبراهيم الكيمدكي دا اللي استناك السنة بحلها وهو هكا يا كوريا هوا إيكون الشمال اللي إنتي شفتيه في السجن دا إيكون زاغل الإعناقي إنتي بنتي ناسه بطلبية شمال يا خيل ولو كان لياه في الشمال كان دايب أحلي بقولك يا خيل في ناس كده هو زبطتها يمي مهما الداني خبطت ولا رزعت فيها برضك زبطتها يمي ما تعرفش تدمش في الشمال ما شاء الله عليك يا كوريا إكده أقدر أقولك حمد الله ع السلامة إنتك ده طمنتيني المهم بكا انزلي إفتح المحل الجديد بتاع أمك ده وجددية على مزاج مزاجك تاني أخيل كوافر تاني ما قلتلك مئة مرة خيل أنا داكر ماليش في مرقعة وسهواجة الحريق ما تخاني بيجي لي كورش نافذ ما بتصح منهمش ما عديش خلق ليهم اشتري خلق واسعة للناس عشان يكفيهم انزل الشغل تاني فيها ايه دي انزل الشغل والسندس عتعيش معاك هنا السندس اللايش انتعي سالة بحلها قاعدة معايا بحج ومرت أولادي اتخلقك أنا كمان ايه 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 انت بتكروتني ايه كمبيت الأخبار الزافت اللي انت جمالت يا أخا خلتي سندس من اللي تيكي تقعد معاي وبعد انت على هين انت بتقولي عايش فحج يعني شايفنا أنا اللي عايشة في البطل هم يدخلك الله يرحمك يا غالية الله يرحمك يا أكتب لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي لسه كلمتك بفدني قلتلي كوريا مظلومة قلتلك ايه يعارفه قلتلي سندس مظلومة وغلبانة ولازم اللي اتنين يعيشوا مع بعض ببيت واحد الله يرحمك بقولك يا خيل تعالى خيل الله يرحمك ايوما الله يرحمها اتعالى بس اقوله انا وصيتهم يا الله يرحمة دي ماشي على عيني وعلى راسي بس سومي كبتارها فترعين انا وهي انا هعمل ايه فيها انا احتاز به ايه؟ سندس دي انت متعرفاش دي ربنا فاتح عليها فيها شئ لله لما كانت عايشة معايا كانت الرزق من كل حتة جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جايلك من كل باب الله يسمحك يا خيل والله اعظيم بجد عشانت كده بتحملني فوتات انا مش قلقان من ان السياحة هترجع تاني لان انا متأكد ان شاء الله ان السياحة هترجع هترجع ليه؟ لانه مفيش بلد في العالم زي مصر طالع فقارية زي امك مش عارفة تقاعل على واحد مريش وانضيف زي ده ينظفنا وانقلنا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه لا واعتل نفسي نادر الدكتور نادر لا وايه؟ دكتور ومحامي في نفس الوقت تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جي زورنا فيهم جايب لنا فيهم وارد وارد يا حيلتها هنعمله شور بقى هولا هنأكله يا باي يا باي ما بينزليش من زور اهو ده بقى اللي لقيته وقع من السيدة هايدي ما خدتوش لبسته انا هو انا كنت لقيت حد حسن منه يا بابا وقلت لا اهو طلوا امرأة بايدالة في القفص من واحنا صغيرين بتاخد المنجاية كلها تاكلها وتسيبلي انا البزر لو ايه؟ انا لازم ااكل البزر ده وابقى مبسوطة كده وفرحان انا بنت الشغالة بتاعتهم بقى لا يا روح امك انا مش مخلفك عشان اعقد جنبك والقوا في البزر اللي بيقع منك ومنها انت تجيبيننا القفص كله الهط فيه زي من عايز وارمي البزر في الزبالة طب وانا بيدي اعمله طيب لا تعملي وانا ما تعمليش باقولك ايه؟ انت مزروعة وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم عالم عايشة في نعمة ما تستحقهاش باقولك ايه؟ انت تطلعي تنزلي تشقليبي حالة اللي يعلم الكفر ده اشتركوا في القناة شكرا 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 اه افلام عربي بقى واروح ملاقيش اصلا ولا في ابراهيم ولا جرح واقولك هو فين تقول لي راح مشوار والكلام الفاضي ده صح؟ اخصى عليك يا الله ايه افلام الهنت اللي انتوليها ديه؟ ده لو كعب رجلك بال اغطهولك ان شاء الله اعطى حتة من جسمي متعرفيش مين سوكة الحلواني الجدعانة الشهامة الطرب القصيل خلص يا عام شاوي كده مكنش قصدي وعالعموم انا هاخد امي معانا معان امي ما تفعش تطلع السلم دي ستة كبيرة بس اخدها عشان انت ما تزعليش اقولك حاجة امي دي ستة طيبة جدا 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 كل المنطقة بتحبها اقولك حاجة اي سرة عندك قولوا لها لا يمكن تطلعه ابدا يا واحدة بس ام سوكة يا عسل الام المثالية ام سوكة حبيب قلبي وحشان يا ام مين يا ود البت اللي انت جايبها في ايدك دي حفت الاحمر والاخضر ولابسالي الشئ الفلاني دي قبلهاجر جاى الابراهيم تغيرله عالجرح اه تغيرله عالجرح يا ام اكلماتيك يا امui ولا تزدتك على طرف و الدصلي على طرف ليه وتكلمني ليه وانا مالي ومال العالم دي اساسا يعني وبعدين هيا طالعايبراهيم عشان تغيرله على الجرح وهو جدع واحد الواحد في الشقة همم معناتها ايه دي بقى ان شاء الله اقولك يا امم بميت مقدبة ومطربية ومن الاخر دي شغلتها بقى يا امم شغلتها؟ شغلتها يا شغلتها هي يا أخوة هو أنت يا واد ما بتشوفش تلفازيون ولا ما بتشوفش تلفازيون من تهبل وعبيط ومخبل يا والا تشوف القصة متسبسبة تتسرسب وراها على طول بقولك يا أمم تعالي طلع معنا عند إبراهيم أبل هاجر مش عايزة تطلع بتقول ما ينفعش هطلع شقة فيها اتنين عزاب لأ يا أخوة أنا ركب الروماتيزم وكلهم وما قدرش لا طلع ولا نزيل بس أقولك يا واد لأ أنا هطلع ما طلعش ليه ما يبقاش عيلي في إيدي وأقول راح فين شد إيدي يا واد تعالي يا أمم فضال يا أبلا هاجر استنى يا واد الحاجات دهيج إحنا هنسبها كده هو تتسرق يا واد مش هتسرق يا واد أنا هي اللي اتنين يا واد أه شين يا أخوة يا شين حضر يا أمم أهو يامم خلصين يا يامم وهادي كمان البصل أهو يامم زكي خالف أهلا يا حبيبتي أهلا وسهلا طيبت حلوب زي الأمر أهو يلا يا واد يلا يا أمم ان شاء الله عليه دى انت والله ولا كوز العسل آه يابيئك أنت عرفة حارتنا ده هي كلها كده وعلى بعضها مفيش فيها مالات رحمة ده خلو أبداً غيرك انتي والله كل اللي بيخشولنا ملائكة عذاب يا ربي ملائكة عذاب الله يا إنا ونا فين من أيام شهر العسل ما كانتش الحماب الحلو ده من إيديكي ليه يا لونة وليه؟ دي حربانة منه ليه؟ بالهنة والشفى يا سلمتي انت بتتعب يا اخوي يا رم عظمك انا لولا بس شوه للبيت وهدته لا يمات يا تبخلك الزفر انكرت الحكاية كده انا جبتك خدم وعشم يقوموا بشغن البيت والتفراج انت لحكتين بس ايه هم؟ المبخ ووقت النوم انا لعاوز اخدم ولا حاشم؟ ما لعاوز ايه يا لونة؟ انا عاوز اراجل ايه ايه؟ راجل؟ ما لنا ايه؟ تارف الدولاد؟ وانت يعني يا رجلي ترضالي ان الاسمها كوريا دي كل ما تشوفني تمرمط بكرامتي الارض وتهزقني ايه؟ ولا يهمه كبير ولا صغير لا راجل ولا حرمة حملتك ايه بالترمداز دي تاني؟ صدت نفسي على المسا هقولك ايه ولا ايه؟ ولو حكيتلك يعني هتجيب لي حقي؟ امتلت وامتلت وخليها لما تعد عليك تديك تعظيم السلام امول ايه؟ ولوما عزلتك الكلام ده قولي علي يا مرة فاشر دا انت راجل وسيد الرجالة ها 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 يعني هم هم اغزل سناني بالفرشة والصابون يا ناو ناو يا سلام، طب قول لي أنت يا كبداكي قول لي أنت شاهد على زمان البت الدين بحب الشغل نادي ليه؟ أنت ليه محسساني أنها رقاص أنا هقول لك يا خالت أنا بحب فيها إيه؟ هات بريعك بالراحة يتحب فيها أن هي بتخفي في وجهة على ناس كتيرة قوي وممكن تنقص حياة بني آدم أمه تموت لو جراله حاجة ولا يكون عنده بنت تتيتم من بعده بالراحة بالراحة ده أنا تحشرت بقى يا خالي أول نا شوف 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 أنا قلت الكلام ده من قبل كده هوت أن دولت شغلنتهم الكلام وبس يا المسوكة فيه إيه؟ ده دكتورة قد بدوني سيبك مان أمهاجة؟ دي عالم جهلة ما تعرفش حاجة أنا وإنت متعلمين زي بعض ما تشوف أمك أسوكة يا كبداكي ما أنا برضو الله ما صلى على النبي وأخذ الإعدادية حتطوم ومكمل بقي التعلمي الموهبة تسمع حاجة بالموهبة؟ لا إحنا حنان حاجة صغيرة بس لا لا حنان حتة قولي يا مانا تسمع الموهبة اسمع الموهبة اسمع الموهبة أنا لا 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 أنا بعشة كانت ترارا وأنا كل ليلة كانت أنا أنا هلو هاي هيدر هاوليو؟ جود إيه الأخبار؟ تمام إيه رعيك بقى في الجو؟ تعرفي؟ آخر مرة حضرت حاجة زي كده كنت في الجامعة لا هاهاهاهاه بقولك كما طول ما أنت بتعجز نفسك أتبدل عاجوز أعيش ١٨ سنه، هتبدل طول عمرك ١٨ سنه أوك بص باك